موقع اليمنة الذي تناول في تقرير له ما يعانيه غالبية اليمنيين من تحديات كبيرة في توفير الأضاحي بالعيد بسبب ارتفاع أسعارها أضعاف قدرتهم الشرائية جراء تدهو لوضعهم الاقتصادي وانهيار قيمة العمل المحلية أمام الدولار بسبب استمرار النزاع والأزمة الإنسانية في البلاد للعام التاسع على التول يقول الموقع أنه متوسط سعر وضحية العيد في أسواق المحافظات المحرة هذه الأيام بلغ أكثر من 90 ألف ريال فيما وصل في تعز إلى أكثر من 200 ألف ريال يضيف الموقع النشر الأضاحي في صنعاء بات مقصورا على أثرياء الحرب الجذد من قادة جماعة الحوثي والمواليين لها الذين تسببوا من خلال سياسات الإفقار وفرض الجبايات على التجار في رفع أسعار المواشي ومختلف السلع الغذائية وفقا لموقع اليمن نتفى أن عيد الأضحى المبارك يعد فرصة للكثير من الفقراء والنازحين لتناول اللحوم التي حرموا منها طوال العام حيث يتبرع التجار والمنظمات والمغسسات الخيرية بأضاحي العيد ويوزعون اللحوم على الفقراء والمحتاجين